الاقتصاد العالمي اللي بيعاني من أزمات وطول الوقت بنشوف حرب تجارية بياخدها ترامب بتأثر على عالم بشكل كبير جداً لكن السؤال المهم إيه هو تأثير الصراع العالمي على الاقتصاد المصري بتاعنا؟ خليني أقسم لحضرتك اللي بيحصل عالمياً في تأثيراته على مصر تدقى الجزاء الصراع الأمريكي مع الصين حيكون هدفه الأساسي عشان السادة المشاهدين يكونوا على درية كاملة بلي بيحصل حيكون هدفه الأساسي حاجة من اتنين لإما تخفيض حجم الصادرات الصينية الضخمة للوقت المتحدة الميكية وده في هذه الحالة معناها ببساطة أن الاستهلاك اللي كان بيتم في الوقت المتحدة من منتجات الصينية حينخفض نتيجة طبعاً فرض رسوم نتيجة فرض قيود نتيجة جراءات بتتم الجانب الثاني اللي الوقت المتحدة بتشوفه أن احنا الصين تبدأ تعمل اتفاق تجاري مع الوقت المتحدة يكون من خلاله فيه ضبط للميزان التجاري لأن الصين بتصدر أكتر من الوقت المتحدة اللي بتصدره الصين فطبعاً النتيجة أن فيه خلل في المتحدة التجاري الاتجاه اللي واضح حالمياً دلوقتي اللي هيحصل أن أمريكا مش بس مع الصين لأ كمان مع المكسيك كمان مع الاتحاد الأوروبي كمان مع دول كتية أو من دول العالم هتبدأ أنها تفرد إجراءات تقلل من معدلات الاستيراد اللي الوقت المتحدة بتعمل طب إحنا فين بقى في وسط ده؟ إحنا في حتة من ثلاثة الجزء الأولاني إحنا ممكن ندخل ونزود حجم صدراتنا من بعض المنتجات وده يقدر يدينا مش بس باور اللي إحنا نتحرك لا ده يقدر كمان يدينا إمكانيات إن إحنا نشغل مصانع بشكل أكبر عندنا من الموجود دلوقتي وخلينا نلحق ديك على شوية بس حاجات بسيطة قوي من الحاجات اللي حممكن نشتغل فيها إيه هي بقى؟ الغازل والنسيج صناعات الملابس تحديدا الجزء الثاني الصناعات المرتبطة بالإزاز والمنتجات المنزلية زي البروسلين والحاجات داية التالتة صناعات الإدارات المكتبية وصناعات الجلدية وصناعات اليدوية زي السجاد اليدوي وما غير ذلك الوقت المتحدة هتقلل استيرادها من الصين فإحنا عندنا فرصة نتحرك بس في الحاجات اللي إحنا عندنا قدرة فيها واللطيف في الموضوع أن إحنا بالفعل موقعين في قاتل جرية بيننا وبين الوقت المتحدة منخلينا عندنا فرص كبيرة للتصديق دولة ونقدر بشكل أو بآخر أن إحنا نتوسع في ده ده جزء من الموضوع بس ده محتاج الجرية كتير من الدولة محتاج تنشيط قوي خلال الفترة اللي جاية عشان نقدر نتحرك من ده يفضل هنا جزء تاني طيب ما قدناش نصدر ما قدناش نعمل ده باللي وحدنا عندنا الفرصة التانية فهم أن إحنا نقدر نجيب شركات خاصة للشركات الصينية والشركات الصينية تأكيد والشركات اللي كانت بتصدر الوقت المتحدة الأمريكية من الصين ونعيد معاها تكوين ما يطلق على اسم سياسة الأعمال بمعنى خمات من مصر إحنا عندنا فرصة من اتفاقية كويز واتفاقية التعريفات المتعددة وما غير ذلك نحن نقدر نصدر الوقت المتحدة فنقدر دلوقت نجيب الشركات دي هنا عندنا وانوطن صناعاتهم هنا ويقدروا يبدأوا عمليات التصدير من مصر لهناك بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر